خليني أعرف الناس طبعاً بالاستاذ بدر بن سليمان الرزيزة هو يحمل شهادة باكل ريوس في إدارة نظم المعلومات من جامعة ولاية كاليفورنيا وعنده ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أيضاً ولاية كاليفورنيا وهو نائب كان نائب رئيس المجلس التنفيذي لشباب أعمال غرفة الشرقية بين 2014 و2018 كان نائب رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية من مارس 2018 حتى يناير 2022 عضو لجنة الاستثمار في هيئة التطوير الشرقية من ديسمبر 2020 الآن هو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارية في المنطقة الشرقية من يناير 2022 هو النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية وعضو مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية من يناير 2022 ورئيس لنادي القادسية من فبراير 2024 يا أخي رئيس في آي بي هذا إيش هذا؟ الله يزاك الله يزاك خيري ومبدر شكرين لك والله يجعلنا الحسن الظن دائماً إن شاء الله هو العادة عادة 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 ع شركة وحتى عندنا خطة أن يكون فيه استدامة حتى كمان صحيح أنت ذكرت أرامكو والاسم اللي معاول عليه كثير أرامكو لكن نفكر أن يكون فيه استدامة للشركة هذه اللي هي تملك الناد